نجح المنتخب الوطني أمس في التأهل لدور الستة عشر جاء ذلك بعد فوز المنتخب المصري على منتخب السودان بهدف للا شيء سجله محمد عبد المنعم المزيد نتابعه في التقرير التالي خطوة جديدة قطعها المنتخب الوطني في مشواره نحو تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن خزانته منذ عام الفين وعشر الفراعين خطفوا بطاقة العبور لدور الستة عشر بعد الفوز على السودان في الجولة السالسة والأخيرة من دور المجموعات بهدف النظيف سجله النجم محمد عبد المنعم ليقود به الفريق لحصد النقاط السلاس الغالية واحتلال وصافة ترديب المجموعات الرابعة خلف نيجيريا المتصدرة أبنى كيروش أنهوا دور المجموعات وفي جعباتهم ست نقاط انتزعوها من الفوز على غنيا بيساو في الجولة الثانية والسودان في الجولة الأخيرة وذلك عقب البداية السيئة بالهزيمة من نيجيريا بهدف النظيف في الجولة الأولى وينتظر المنتخب الوطني تحديد متصدر المجموعة الخامسة التي تدم منتخبات كوديفور والجزائر وسيرليون وغنى الاستوائية لمواجهته في دور صمن النهائي إذن مشوهر صعب ومواجهات مسيرة تنتظر المنتخب الوطني في سبيل سعيه لتحقيق اللقب القرية السامن في تاريخه واستعادة أمجاد الماضي والتربع على عرش الكرة الأفريقية مجدداً